تكملة للمعلومات الواردة المدرسي صفحة 217 سؤال الأول ضع عنواناً لهذه الوثيقة إذن مخطط مراحل عملية التنفس أكتب البيانات الموضحة في هذه الوثيقة البيانات لدينا لدينا البيانات في المراحل لدينا أطرق لهم بالأحمر المرحلة ألف المرحلة با والمرحلة جيمة هنا ملخصين أكسدة حمد البيروفيك لا نجدينها مباشرة صح كون أنها مرحلة قصيرة جداً ولكن هي عبارة عن مرحلة هامة جداً إذن ألف نبدو بألف هي أول مرحلة التحلل السكري ما معنى نحاول مع بعض هو المادة الأيضية التي نريد هدمها حتماً هي عبارة عن غلوكوز هو غلوكوز أو مادة الأيضة مادة أيضية نزيد هذا المصطلح الآن يتفكك ويعطي ثلاث يعطينا ثلاث يعطينا الثلاث يعطينا الثلاث يعطينا الثلاث حتى وإن أردت أن تنجز هذا التطبيق لوحدك تحاول الثلاث لا يستطيع أن يدخل إلى الميتوكندري إذن الأن لا يستطيع أن يدخل إلى الميتوك حتماً الميتوكوز الميتوكوز إذن الثلاث هو عبارة عن نواقل مرجعة وبالضبط هي عبارة عن النواقل مرجعة الميتوكوز الكتل نحاول إلى الكتل أحد أخرين هنا هنا الكتل هنا هنا كتل هنا الكتل الذي تنجأني المادة التي تنجأني من الفاسفورات الأكسودية التي تنجأني من حلقة وتنشأ لي من التحلو السكري ما هي إلا عبارة عن ATP 4 هي الـ ATP نقوم بـ 5 5 مادة رهي تخرج لي منها وتطرح إلى الخارج كذلك 5 من أكسادات حمض البيروفيك CO2 5 سيلو CO2 ناتج من حلقة كريبس 4 CO2 و 2 CO2 من أكسادات حمض البيروفيك محلقة كريبس 5 6 يمكن أن يكون فدوة من أكسادات حمض 6 es يمكنك إلا تلقل فدوة ثقل فدوة ثقل من الأفلام المكوضي فنقل كذلك فنقل كذلك السبب السبب ينصر يستعمل الذكاء من الخارج السبب 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 اذا نعود حتى وإن عجزت عن إنجاز أو معرفة كتابة البيانات حاول استرجاع كل المعلومات التي درسناها مرحلة بمرحلة تستطيع الإجابة على الأسئلة وهذا الثل السبب الحلقة كرابس جيم الفسفرة التأكسودية جيم الفسفرة التأكسودية هذه المراحل الثلاثة وإن كان قلنا أربعة إذن أعيد تحلل السكري مقره الهيول الأساسية أكسادة حمد البيروفيك الفراغ البينغشائي حلقة كرابس الحشوة والفسفرة التأكسودية مقرها العرف إذن اكتبنا البيانات الموضحة في الوثيقة خمسة ثم ماذا تمثل الأحرف ألف باء وجيم أنجز مخططا تلخص فيه مجموعة الظواهر التي تم التطرق إليها في النشاطات السابقة لتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الوسط اللاهوائي ما معنى هذا المخطط؟ نحاول إنجاز هذا المخطط إذن قبل إنجاز المخطط نحاول تلخيص المعادلة الإجمالية لعملية التنفس المعادلة الإجمالية لعملية التنفس تكون عن النحو التالي إذن المعادلة الإجمالية سيسيس مادة الإيضية سيسيس أجدوز أوسيس زائد ستة أودو زائد ست جزيئة تعمى بواسطة الأنزيمات المختلفة الموجودة في المستوى الميتوكوندري نحصل على ست جزيئات تعمى أكسيد الكربون زائد 12 جزيئة تعمى ما زائد نكتبه 38 ATP 38 ATP هادي اللي حصلت عليها أنا من عملية التنفس والفاسفرة التأكسودية حصلنا كما قلنا على 2 ATP من التحلل السكري الربح هنا قلنا 2 ATP من أكسدة حمد البيروفيك مع دناش من حلقة كريبس عندي 2 ATP عاود والفاسفرة التأكسودية عندنا 34 ATP هادي 34 ATP تذكروا ما قلنا 30 جيئة من الNDHH10 حولتها وربعة من تحويل 2FDH2 حولنا في الفاسفرة التأكسودية 2FDH2 حصلنا منها على 4 جزيئات من ATP 10 NdHH3 حصلت عليها على 30 30 وربعة من 34 بلوس 2 ATP تحلقة كريبس بلوس 2 ATP تحلل السكري هذا نسميه الربح أو المردود المردود الطاقوي هادي المعادلة الإجمالية لعملية التنفس طلب مننا إذن إنجاز مخطط يلخص مجموعة الظواهر التي تم التطرق إليها اشتري الضاء المخطط هذا اشتهوا احنا عدنا الخالية بهذا الشكل مثلا هادي ندير خالية بهذا الشكل وعندي الميتاكوندري بهذا الشكل إذن احنا قلنا السيسيس اللي هو الغلوكوز يدخل احنا الفاسفار الأولى يمر بعملية التحلل السكري احنا عندي تحلل السكري من بعد عندي هنا أكسدة حمض البيروفيك بعد عندنا حلقة كريبس بعد عندنا الفاسفارة التأكسودية إذن هنا عندنا التحلل السكري يجيني حمض البيروفيك حمض البيروفيك يدخل الفاسفارة أكسدة حمض البيروفيك في الفراغ البينغيشائي لكي نحصل على أسيتيل كو أنزيم A هذا نسميه الأسيد بيروفيك الأسيتيل مرافق الأنزيم ألف يدخل في حلقة كريبس من نواتج حلقة كريبس عندنا سي او دو كذلك هنا عندي سي او دو هنا عندي دو سي او دو هنا عندي كاتر سي او دو من حلقة كريبس نواتج حلقة كريبس تديها الفاسفارة التأكسودية كذلك هنا عندنا نواتج تحلل السكري كيف هي المخاطط السابق؟ وهي ال NdHH+, هنا عندي 2 NdHH+, 2 NdHH+, 2 NdHH+, 6.4 plus 2 FADH2 يذهبون هنا لكي نحول الطاقة المنتظرة إلى طاقة قابلة للإستعمال لذلك عندي المجموعة التاحة سيكون عندي 38 ATP هذه نخزنها هنا نخزنها في الميتوكودي تستعملها هناك طاقة أخرى سوف ندرسها في العنصر الموالي نسميها طاقة فائعة ويتمتشل في شكل حرارة ونزيد وندخل لنا الأودو 6 أكسجين ليطرح بعد ذلك كذلك الماء نواتج عمل التنفس ها هي 12H2O 6 CO2 plus 38 ATP ابتداء من C6H12O6 وهي مادة الأيضة إذن عندي المرحلة الأولى ها هي المرحلة الثانية أكسادة حمد البيروفيك المرحلة الثالثة حلقة كريبس والمرحلة الرابعة الفسفرة التأكسودية هذا المخطط التحصيلي الذي يلخص لنا ماذا حدث في مستوى التحويل الطاقة الكيميائية الكامنة ها هي حولناها طاقة كيميائية كامنة مكتبخكم في المعادلة كي تعرفون ما معنى العنوان حولنا بهذه المعادلة ها هي هذه طاقة كامنة كيميائية كامنة طاقة الكيميائية الكامنة أي المخزون في جزئة غليكوز حولناها إلى طاقة قابلة للاستعمال وهذه هي طاقة قابلة للاستعمال وهذا في وسط هوائي أي في وجود أودو نستطيع تحويل المادة أو الطاقة الكيميائية الكامنة في وسط خال من سؤودو عملية التخمر سوف ندرسها في الحساس القادمة إن شاء الله ولكن نحن نفسدد الوسط الهوائي لا حلم به تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في جزئة واحدة من الجليكوز إلى طاقة قابلة للاستعمال أي الأتيبي الخالية تستطيع استعمال الأتيبي ولكن لا تستطيع استعمال مادة أيضية أخرى الشروط اللازمة لتركيب الأتيبي والحصيلة دراسة الحصيلة الطاقوية ندرسها في الحصة المقبلة إن شاء الله